بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام بير غنبت الروم في أذنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلمون في بقع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافرون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما وإن كثير من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولمي أسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكلموا بآياتنا ورقاء الآخرة فأولئك في العباد محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين توهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحين الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشروا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته أن خلق السماوات والأرض واختلاف أنسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البنق غرفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض قل له قالدون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهوه عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما منتت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافون من كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظنوا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من الناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدين لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون مليبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حسب بما لديهم فرحون وإذا مسلنا سفر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منه ربهم يشرفون ليكثروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليه سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشرفون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يخلقون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويخذر إن في ذلك لا آيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفرحون وما آتيتم من عبر يرضو في أموال الناس فلا يرضو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم عزقكم ثم يميتكم ثم نحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما نشرفون سبحانه وتعالى عما نشرفون وأرى الفساد في البن والبر عرب ما كسبت أي دم ماسي يذيق ضرب بأض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان آقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشرفين فأكم وجهك يبدين القرين من قبل أن يأتي يوم لا معد له من الله يوم إن يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم ينهجون لأجزي الذين آمنوا ورألوا الصالحات من فضيه إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الناح مبشرة ويليقكم من رحمته ولتجري الفلك بألمه ولتغتغوا من فضله ولكن لكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبل كرسلا إلى قولهم فأعوه بالبينات فانتقلنا من الذين أجروا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الله شكرا 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة